استقبل صاحب اسم الملكية لمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزارة المقرب بمكتبه بقصلك ضيبية صباح اليوم سعادت الدكتور اي ساج منديز سفير جمهورية سريلنكا الديمقراطية الاشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى المملكة وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزارة بسفير جمهورية سريلنكا الديمقراطية الاشتراكية مشيدا سموه بما تشهده علاقات البلدين صديقين من تطور متنام على كافة الاسعدة بفضل حرص قيادتين البلدين على تنميتها وتعزيزها باستمرار وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين وارب سموه عن ثمانيته للسفير السريلنكي الجديد بالتوفيق في مهام عمله الجديد للارتقاء بالعلاقات الثنائية المشتركة على الاسعدة كافة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه نقل سفير جمهورية سريلنكا الديمقراطية الاشتراكية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحياته وتقدير فخامة الرئيس السريلنكي مافريبالا سيريسينا إلى سموه وتمنياته لحكومة وشعب البحرين بمزيد من التقدم والازدهار وأشهد السفير بما تشهده علاقات البلدين الصديقين من تطور ونماء خاصة في أعقاب زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى سيرلنكا في يوليو 2009 التي أسهمت في تعزيز وتوثيق عرى التعاون والصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين وعبر السفير السيرلنكي عن اعتزازه بما أبداه سموه من حرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودفعها قدما إلى الأمام مؤكدا حرص بلاده وتطلعها إلى ترسيخ أواصر التعاون مع مملكة البحرين تأكيدا لرغبة قيادتي البلدين في توطيد العلاقات الثنائية والاستفادة مما يربط بينهما من علاقات متميزة سياسيا واقتصاديا